ما زالت احتفالتنا مستمرة مشاهدين الكرام من التلفزيون المصري للذكرى الأربعين لتحرير الأرض سيناء الحبيبة مزيد من المتابعة ينضم إلينا من شمال سيناء الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري محمود كل عام وأنت بخير منذ قليل كنا نتابع لقاءك مع السيد المحافظ حول ما يدور في سيناء وفي شمال سيناء بشكل محدد وعن التنمية وجهود الدولة وما تم على الأرض حتى الآن كيف ترصد بعيدا عن الأجواء الرسمية احتفالات الشارع السيناوي بذكرى تحرير الأرض تحرير سيناء ومظاهر هذه الاحتفالات صباح الخير عليك مصطفى وعلى كل أسادة المشاهدين كل عام وكل المصريين بخير بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء كما تحدثت هي أجواء من الفرحة والبهجة والإنجازات التي تتم هنا على أرض سيناء وتحديدا في محافظة شمال سيناء نتابع هذه الاحتفالات من الشارع ومن المشروعات التي تم افتتاحها مع السيد محافظ شمال سيناء في الحقيقة النهاردة كان في أجواء احتفالية مبهجة صباح هذا اليوم بوضع أكلين من الزهور على في النصب التذكاري في محافظة شمال سيناء الأهالي هنا عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بالإنجازات والتنمية التي تتم على أرض سيناء أن قل لك مصطفى أن عندما كنا نتجول في الشارع السيناء وفي مختلف المناطق الوضع تغير تماما هنا شعور بالأمن والأمان والسلام في محافظة شمال سيناء ومع كل عيد لتحرير سيناء نكتشف المزيد من الإنجازات والنجاح الموجود على هذه الأرض ومن أهم هذه المشروعات التنمية التي تتم وخاصة التنمية الاجتماعية في تأهيل الأهالي سيناء من الشباب أيضا والطلاب من إنشاء المدارس وإنشاء طبعا المجمعات التعليمية والثقافية الخاصة بهم وأيضا التنمية الزراعية سيادة المحافظ تحدث عن أن هناك خطة لزراعة ما يقرب من 600 ألف فدان في شمال سيناء أتواجد تحديدا في أحد المشروعات الهامة التي يتم افتتاحها اليوم في المنطقة الصناعية بالمسعيد بمدينة العريش نتحدث عن 48 ورشة يتم افتتاحهم اليوم في هذه المنطقة التي توفر ما يقرب من 4000 فرصة عمل بطريقة مباشرة بالإضافة إلى ما يقرب من 2000 فرصة عمل بطريقة غير مباشرة يعني عديد من المشروعات التي تم افتتاحها هنا في محافظة شمال سيناء نتحدث عن مدارس جديدة نتحدث عن افتتاح للمساجد نتحدث أيضا عن التنمية الثقافية والفنية التي تتم هنا على أرض سيناء من قصر ثقافة العريش والفعاليات التي ستقام مساء اليوم تحديدا في قصر ثقافة العريش بإقامة العديد من الفقرات الفنية والاحتفالية أيضا كان هناك افتتاح لمجمع الصفا الإسلامي وأيضا وضع حجر أساس للمنطقة أيضا وضع حجر أساس للمدرسة الفكرية غدا سيكون يوم هام في شمال سيناء لأنه سيكون هناك توزيع العقود على المجمعات التنموية وأيضا المنازل البداوية التي يتمتع بها أهالي سيناء رصدنا أيضا من خلال متابعتنا فرحة أهالي سيناء الأهالي الذين عادوا إلى منطقة الشيخ زوايد والأهالي الذين يتسلمون المجمعات التنموية محافظ شمال سيناء أكد على أنه قريبا سيتم الإعلان عن أن سيناء خالية تماما من الإرهاب وهو ما نلمسه هنا في شوارع سيناء الأهالي يتحركون والأهالي يقومون ويجوبون كل الشوارع في أمن وأمان وسلام هذا العيد مختلف تماما لأن هناك عدد كبير من المشروعات والإنجازات التي يتم افتتاحها اليوم أيضا الأهالي قدموا التحية لشهداء القوات المسلحة وشهداء الشرطة الذين يضحون بدمائهم من أجل الحفاظ على هذه الأرض ودائما نحتفل بهذه الذكرى الغالية على قلوب المصريين جميعا نطمئن أستاذ المشاهدين بأن شمال سيناء عادت من جديد عاد الأمن والأمان والسلام لمحافظة شمال سيناء وهي دائما رمز للأمان والسلام لكن كما تحدثت معك مصطفى بأن كل عيد يكون هناك عدد كبير من الإنجازات أهم هذه الإنجازات أيضا المجمعات الصناعية واهتمام بالحرف الصناعية الموجودة وأيضا توفير البيئة المناسبة لأصحاب الحرف الصناعية لمزيد من الصناعات الموجودة على أرض شمال سيناء كل التحية والتقدير لشهداءنا من القوات المسلحة وأيضا الأهالي قدموا كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه يعطي أولوية كبيرة لمحافظة شمال سيناء أكدوا لنا بالأمس أن هذه المشروعات وهذه الإنجازات التي تتم على أرض سيناء لم يشعروا بها من قبل ولم تتواجد هذه المشروعات إلا بعد أن أتى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعطى الأولوية الكاملة لمحافظة شمال سيناء لتحقيق التنمية والازدهار في هذه المحافظة يعني احتفال شمال سيناء دائما بيكون مختلف لأننا نحتفل مع الأهالي من قلب الحدث بالمشروعات وبالفرحة التي رصدناها لدى أهالي محافظة شمال سيناء كل عام وكل المصريين بخير وكل أهالينا في محافظة شمال سيناء بخير برجع لك مرة تانية في الاستوديو أرى الفرحة في حديثك محمود وشكرا جزيلا لك وشكرا أيضا على عرضك وتواجدك في الشارع السينوي نقلا لهذا الحدث